اشتركوا في القناة اما بعد فلازل حديثنا في سلسلة الهداية فكرنا في اخر مجلس انواع الادلة في تكفير المشركين وقررنا ان المولى تبارك وتعالى كفر اعيان المشركين واجناسهم وانواعهم واقوامهم وقراءهم فخص المولى وقيد واطلق وعم وكلها واردة في كتاب ربنا تبارك وتعالى وقررنا ان اطلاق الكفر على عموم ديار الكفر مع العلم بوجود اعيان مسلمة مستخفية بدينها نقول انه اطلاق صحيح وذلك بنص القرآن كما ورد في آية العنكبوت وغيرها خلافا للذين يسلمون هذه الديار يعني ديار الكفر في هذا الزمن لحجة الورع عن لحوق اسم الكفر بالقلة المسلمة المستخفية لعدم التمييز وبذلك يتبين ان المسلم يحقق البراء من المشركين بتكفيرهم وعدواتهم وبغضهم ويتحقق بذلك امتثاله لامر ربه تبارك وتعالى بتكفير من كفرهم الله عز وجل سواء كانوا اعيان الكفار او جناسهم او قوامهم على جهة السماء نقرر هنا مسألة وهي ان الاصل في او ان الدار داران دار كفر ودار اسلام وان الاصل في دار الاسلامي هو الاسلام وان الاصل في دار مالا الكفر والكفر فالدار على قسمين على ثالثة لهما فلم ينقل خلاف بين السلفي ان الدار داران دار كفر ودار اسلام وضابط الفرق بينهما كما سبق معنا وفي علوي الاحكام فإن كان السلطان لله تبارك وتعالى فالدار هي دار إسلام أما إذا كان السلطان لي طواغيت الأرض وملوكها يحكمون فيها بأهواء المخلوقين فنقول أن الدار هي دار دار كفر وهذا لا خلاف فيه بين العلماء جملة في حقيقة ما هي دار الكفري وكذلك في حقيقة دار الإسلام يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى كانت مكة دار كفر لأن أحكام الجاهلية ظاهرة يومئذ فظهور الأحكام هو الذي يعلق به الحكم كذلك فإن كانت الأحكام الظاهرة أحكام الجاهلية فالدار دار كفر كما قاله مالك رحمه الله تعالى يقول كذلك الإمام محمد الدار إذا ظهر فيها القول بخلق القرآن والقدر وما يجري مجرى ذلك فهي دار كفر فما بالك إذا ظهر فيها ماذا هذه الأحكام القوانين التي سنها هؤلاء الطواغيت عند الحنابل أن الدار التي تغلب فيها أحكام الكفر هي دار دار كفر ويقول الماوردي الشافعي في تحديد حقيقة دار الكفر قال هي الدار التي لا يثبت للمسلمين عليها يد يقول الكاساني تصير الدار دار كفر بظهور أحكام الكفر فيها وقال عبد القاهار البغدادي كل دار ظهرت فيها دعوة الإسلام من أهله بلا خفير ولا مجيل ولا بذل جزية ونفذ فيها حكم المسلمين على أهل الذمة إن كان فيهم ذمي ولم يقهر أهل البدعة فيها أهل السنة فهي دار دار الإسلامي إلى أن قال وإذا كان الأمر على ضد ما ذكرنا في الدار فهي دار الكفر فهي دار الكفر والمطارد في كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم واقع الديار في القرون ثلاثة الأول ومن جاء بعد أهم أن دار الكفر أهلها أهلها كفار ودار الإسلام أهلها على الإسلام دار الكفر أهلها كفار سواء كان أهلها كانوا محاربين أو كانوا معاهدين يقول ابن عباس كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ما يقاتلونه ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ما لا يقاتلونه فكان الأهل الشركي ودور الكفر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على منزلتين قوم أهل حرب يقاتلهم ما يقاتلونه وقوم أهل عهد لا يقاتلهم ما لا يقاتلونه يقول ابن قدامى فأما دار الحرب فلا نحكم بإسلام ولد الكافرين فيها بموتهما فأما دار الحرب فلا نحكم بإسلام ولد الكافرين فيها بموتهما ولا موت أحدهما لأن الدارة لا يحكم بإسلام أهلها لأن الدارة لا يحكم بإسلام أهلها وكذلك لم نحكم بإسلام لقيطها فدار الكفر لا يحكم بإسلام أهلها كما ذكر ذلك الفقهة في المقابل دار الإسلام يحكم بماذا؟ بإسلام أهلها كما قال ابن رجب إذي الأصل وفي دار الإسلام الإسلام طبعا دار الممتنعين عن الشرائع كمانع الزكاة ونحوها مما مما كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها تلحقوا بماله تلحقوا بدار الحرب لأن الدور الكفر على قسمين كما ذكر ذلك عبد الله بن عباس أن المشركون كانوا على منزلتين أهل حرب يقاتلهم ما يقاتلونه وأهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه فدار الممتنعين من الشرائع فهي دار حرب بإجماع الفقهة قال في شرح الإقناع أجمع العلماء على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام فإنه يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله قال كالمحاربين وأولى كالمحاربين وأولى فدار الممتنعين عن شرائع الإسلام فهي دار حرب نعم ونقول أن الدار هي دار كفر تكون الدار دار كفر حتى وإن كان فيها طائفة مسلمة مستخفية بدينها هذه الطائفة المسلمة المستخفية هذه القلة المسلمة المستخفية لا تغير في حكام الديار شيئا لا تغير في حكام الديار شيئا فتبقى الدار دار كفر ويجري علي حكم الكفر على أفرادها ويجري الكفر كذلك على هؤلاء المستخفين بإسلامهم كما سأتقدره بإذن الله تبارك وتعالى وهذا باتفاق الفقهة يقول ابن سحمان بل الذي اتفق عليه العلم أن مكة بلاد كفر وحرب ولو كان فيها أناس مسلمون مستخفون أو ظالمون لأنفسهم بالإقامة فدال الكفر غير مظهرين لدينهم كما هو معروف مشهور يقول أبو إسحق الصفار البخاري قال وكل دار كانت الغلب فيها لأهل الاعتزال كعسكر مكرم أو بقعة غلب فيها الخارج كجبال عماني وذكر غيرها أو غلب عليها مذهب القرامطة مثل القاهرة في باب مصر قال فإن كان أهل السنة فيها مستضع فينا لا يمكنهم المقام فيها إلا بإخفاء مذهبهم أو على ذمة أو جزية فتلك الدار دار كفر يجب قتال أهلها قال وكل من يوجد في تلك الدار فوكافر إلا من ظهر الإسلام منه بيقين انتهى كلامه نعم فتقرر بذلك أن دار الكفر إنما هي على صنفين دار حرب ودار ودار عهد ودار الكفر أهلها كفار ولو كان فيهم قلة مسلمة مستخفية بدينها من النصوص التي ورد فيها الإشارة على أن الأصل في دار الحرب كفر أهلها إلا من أظهر الإيمان ظاهر المعتبر المتحقق بصفته نصوص كثيرة في كتاب ربنا تبارك وتعالى منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا غربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتهون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا هذه الآية نزلت في الصحابة الذين خرجوا في سرية وقتلوا الرجل الذي ألقى عليهم الإسلام وساقوا غنمه لغلبة الظن يعني غلب على الصحابة أو غلب على ظنهم أنه قال كريمة يتقي بها سيوف المسلمين فعتبهم الله تبارك وتعالى على قتلهم ذلك الرجل عتبهم على العمل بالأصل وترك العمل بالظاهر الصحابة عملوا الأصل ما هو واستصحبوا الأصل ما هو الأصل هو القاعدة المستمرة والاستصحاب يعني استصحبوا أن دار الكفر أهلها كفار فكان المتقرر عند الصحابة أن دار الكفر أهلها كفار وهي دار إباحة الدم والمان وترك العمل بالظاهر الذي أظهره هذا الرجل وهو إلقاء السلام وهو ظاهر معتبر في مثل هذه الدار كما سيأتي معنا أن مثل هذه الدار يعني في قوم وثنيين لم يتكلموا بالإسلام فكل ما كان من خصائص المسلمين فهو ظاهر معتبر في تلك الدار فهذا الظاهر يرفع ماله يرفع الأصل المتقرر بكفر تلك الدار وكفر أهلها وأمرهم المولات المولى تبارك وتعالى بالتبين في مثل هذه الصورة عند ظهور علامة الإسلام وعند تعارض الأصل والظاهر ففي مثل هذه الصورة ماذا نقدم الظاهر ثم نتبين من حقيقة الإسلام ونحوها فالظاهر هو ما يحصل بالمشاهدة وكذلك يحصل بالسماع فالصحابة خرجوا والأصل في الناس أنهم كفار تباحوا دماؤهم وأمالهم فحصل ظاهر بالمشاهدة والسماعي هذا الظاهر ماذا ألغاه الصحابة لأنهم ظنوا أن هذا الرجل إنما قال كلمة يدفع بها ماذا يدفع بها سيوفهم فقتلوه وساغوا غنمه فعتبهم المولى تبارك وتعالى على العمل بالأصل وترك العمل بالظاهر وأمرهم بالتبين في مثل هذه الصورة كذلك من الأدلة على استصحابي الأصل في أن دار الكفر أهلها كفار قوله تعالى فإن كان من قوم عدو لكم ما هو مؤمن فتحيه لقبة مؤمنة هذا النص يقرر أن الأصل ما هو في دار الكفر لا دية ولا كفار إذا كان القتل في قوم عدو لنا فالأصل ما هو لا دية ولا كفار لماذا لأن الدار دار حرب ولأن هؤلاء ماذا كفار سباحوا دماؤهم وأمالهم ثم استثنى المولى تبارك وتعالى المؤمن فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فلما استثنى المولى المؤمن علمنا أن المؤمن فيهم له حكم يخالف حكم القوم القوم حكمهم ماذا الكفر إلا من ثبت إيمانه فهذا يختص بماذا بالكفارة دون غيره من قومه وفيها دلالة واضحة لأن دار الحرب ودار الكفر أهلها ماذا وصفهم المولى بقوم عدو لكم أهلها كفار آتوا تباحوا دماؤهم وأمالهم ولا دية ولا كفارة في قتيلهم إلى من ثبت له صفة الإيمان كما يقول أهل الوصول الاستثنى معيار ماذا معيار العموم معيار العموم كذلك من الأدلة نعم نقالها هنا أو في آية النساء هذه يقول سعيد بن جبير في قوله تعالى فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن قال يعني من أهل الحربي وهو مؤمن يعني المقتول قال نزلت في مرداس بن عمر وكان أسلم وقومه كفار من أهل الحربي فقتله أسامة بن زيد خطأا قال فتحي لقبة مؤمنة ولا دية لهم لماذا قال لأنهم أهل الحربي لأنهم أهل الحربي وروي عن إبراهيم وعكر ما والشعب وقتاد وغيره نحو ذلك كذلك روي عن عبد الله بن عباس وقاله قتاد أن المسلم يكون في المشركين فيقتله المؤمن ولا يدري يقتله المؤمن ولا يدري أن المسلم يكون في المشركين فيقتله المؤمن ولا يدري ففيه ماذا فيه عتق رقبة وليس فيه دية وهذا على أنه يقتل قبل الهجرة إلى دار الإسلام يعني يكون في دار الكفر ثم يسلم قبل أن يهاجر فيقتله المسلمون ففيه عتق ورقبة وليس فيه دية يقول الحسن بن صالح من أقام في أرض العدو وين انتحد الإسلام وهو يقدر على التحويل إلى المسلمين قال فأحكامه أحكام المشركين فأحكامه أحكام المشركين نقف هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ترجمة نانسي قنقر